بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى بالله تكونوا بألف خير نتمنى الويديو يلقاكم بكامل الصحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على الكمل هائل ديال التعليقات ديالكم وترحبكم بيا ربي جزيكم بكل خير وربي وفقكم جميع أعمالكم نحتاج الحرير على جوش الشعرات حرير مبروم على جوش الشعرات حرير ديال القصبة ونحتاجه كذلك لإيبر النمرة السبعة كما تشوفوا الخدمة ديالنا أتجي على طول الهبطة من الأمام ديال البياسة هنا عدنا الفتحة ديال العنق أنا بنيت هنا ثلاثة ديال غرز وهبطت معهم هنا في الخدمة دبع نبدأ والخدمة ديالنا على بركة الله بسم الله دبع تبعوا معي مزيان باشتفهموا يعني الخدمة ديالنا كيفية تطلع يعني الطريقة ديالها أول حاجة سنقوم بإمكاني الدقاء ديال التوب ستكون متساوية ونفس العبار مع الدقاء اللي سبقه سنكمل الخدمة ديالي عادي سنقوم بإمكاني هذا السطر ديال السامبل ونحبط معه في الخدمة كما تشوفوا نقوم بإمكاني ثلاثة ديال الغرز اللي عندي يعني في العرض ديال الخدمة ديالي كندير الدقاء ديال التوب نفس الشيء يعني دقاء متساوية كما كتشوفوا كنخدموا في توب ديال المليفة يعني ما يمكنش نديروا الدقاء ويجيوا غلاثين يعني في الجوانب ديال الخدمة كي يجيوا عاطين واحد الشكل يعني واحد الآناقة بنسبة الخدمة ديالنا كنكمل عادي كنخدم آخر غرزة عندي هنا كما كتشوفوا نفس الشيء دابع غدي ندير الدقاء ديالتوب كما كتعرفوا يعني الخدمة ديالنا غدي تتخدم متروزع بالحبيك يعني خصنا نخدمو الأساس ديالها اللي هو الحسيرة في الأول باش نخدمو فوقها يعني الترزع ديالنا كما كتشوفوا هذا والسطر الثاني من بعد بناء الغرز بالنسبة لبناء الغرز نفس الشيء تريد يبني الغرز على خيط يعني واحد يعني ويجب في الغرز راه نفس الشيء بحال اللي كان بني وحنا جوج غرز طالعين بهم يعني إحنا كيكون وجوج دقات ديال التوب باش كان بني وجوج غرز واللي غايب بالخيط عادي غايب بغرز غرز ويهبط ويهبط كيعمر الغرز في الخيط ولكن السطر الثاني كيت تعتبر كأننا بدينا بحال هكا بجوج دقات في التوب من الجهتين يعني إذا أنا خدمت أربعة دقات في المجموع من الجهتين لاحظوا معي مزيان سنزيد السطر يعني الموالي ولكن ركزوا معي مزيان وتبعوا معي مزيان باش تفهموا الخدمة دينا لأن في هات السطر يعني اللي غادي نخدم يعني غادي تغير دابا الخدمة دينا اللي كان نخدم ديال الحصيرة سامبل كما كتشوف بعد ما كندير هنا يدق ديال التوب الخامسة الفوق كان هبط عادي نخدم الغرزة الاولى كذلك نخدم الغرزة الثانية كذلك نخدم الغرزة الثالثة ولكن المهم في الامر هنا هو ان لا نقوم هنا الدقة ديال التوب لكي نوصل الخمسة دقات ديال التوب من الجهتين نرى اخر غرزة ونرى المنحنة ديالها الغرزة الثالثة في الجهة الفوق ندخل الابرة من اليمين الياسر ونرفع الغرزة الثالثة بهذا الشكل ندخل الخيط يبقى مزير في العرض الخدمة ليس مرخوف وليس مزير بالزاف كما تشوف شد الخيط بالصبعي لكي ندخل أول حبكة لكي نكراز الخيط ونزير ونوطق هذا لا نخاف الخيط الترخف لكي نعمر نبدأ نعمره عادي بالعين الإبراع لكي لا تجرح لكي لا تجرح تقلب الإبراع وكي تخدم بالعوين الحبيك كما تشوف الثل آخر هذا الخيط ممكن تحسب العدد الحبيك الذي ستضعه في أول خيط وتمشي به يعني الباقي الزواق نفس العدد ممكن تعمره كما يعني عيني ميزاني الخيط نفس العبار كي يمشي عنده لكي نتاقل به في الأول نعمره بالحبيك الثل آخر لكي يصل إلى الحبيك هنا للتوب نكمل الخدمة عادي كأنني يعني كندير الثقاء ديال التوب اللي كنت مادرت يعني في الأول قبل ما نطرز ناخد هنا هذه العوين الأول اللي عندي هنا ناخد ها بغرزة كما كتشوف هنكون ثلاثة الغراز ديالي باش طلعت الخدمة ديالي من الأول دبع هنا سوف ندير الدقة ديال التوب و نفصل لكي يكون الزواق ديالنا مع الزواق الموالية باش ما يجيون الخيوط مائلة متراكمة ومغطينا الخدمة باش ومغطينا ومغطينا اكثر ومجهود فرقناها بحال هك بالحصيرة باش ما ما يجيكم الخدمة كلها سوف احب ك يعني تخدم بحال هك هتستر كما كتشوف ونطلع كذلك سنطلع الدقة ديال التوب لانك تشوف الغرزة التالية لدر الدابة ستأتي المنحنة لها يعني لاسق في الحبكة اللي دازت يعني خصنا نزيد الفرق بالسطر الثاني سنطلع بحال هك في الغرز كاملة ولكن فلنطلع هابط يعني لاحظوا معي مزيان شنو سنطلع ثم نكمل الغرزة النهاية ونطلع الدقة ديال التوب نفس العبار ونفس المسافة لانك تأتي الخدمة منتهى الدقة ومنتهى لإتقان نكمل الخدمة ديال عادي نخدم الغرز ديال تال آخر ولكن هنا نفس شيء لا نطلع الدقة ديال التوب لاحظوا معي هنا آخر غرزة سنرى فين غاد سنرى الغرزة الثالثة كما ترى هنا الفوق دائما سنقوم بالحصيرة سنرى سنرى ثلاثة الغرزة الفوق يعني متباعدين للحبكة اللي فاتت من قبل سنرى سنرى كما ترى الخيط يبقى نفس العبار مائل و سنرى بالحبيك الثالثة دياله سنرى نفس العبار و نفس العدد و نفس المسافة ولو أن ني ما كنحسب ش يعني أنا الحبكة كنعمر بحركة الثال آخر كي وصل للخيط لما كان ديال دقاء ديال التوب كيف وقفت يعني في الخدمة ديالي وانتقلت بالخيط كنكمل الخدمة عادي كندير دقاء ديال التوب هنهز هذه العوينة يعني باش تبال لكم أكتر هذي تحسبو هنا العوينة الأول والثانية من الفوق وغير تأخذ العوينة هنا الثالثة يعني باش ما تزيد الغراز وتهز ذاك الخيط اللي انتقلنا به وعمرنا بالحبيك وغير الغرزة ويرجع اربعات الغراز يعني ثلاثة الغراز كي يبقى مخدومين عندنا وبين العوينات ديالهم كندير نفس الشيء دقاء ديال ديال نفس العبار نهبط عادي نخدم نفس شيء ثلاثة ديال الغراز كاملة ندير دقاء ديال ديال كذلك سنظر لأن هذا الغرزة لانتاقط بالخيط سيأتي متلاصق يعني مع اللي سبق ولهذا ستبق بالنفس العبار وبنفس المسافة يعني ما تسهوش وتلاسق بعض الأحيان الخيط وبعض الأحيان تبعدوها ما يجيش الشكل ديالنا يعني ديال الراندا والجمالية ديالها تبعدوها نستمر في الخدمة عالي نستمر الغرز بثلاثة ولكن هنا في السطر يعني لا نستطيع دقاء ديال التوب محط لا نستطيع من هنا بالخيط لأنني كمّلت الغرز الفوق وسننهز الغرز الثالثة ويبقى عندي ذلك العبار ومسافة الخيوط اللي مشيت بهم من الأول من تباعدين بيناتهم كان نعمر الحبيك ديالي كما تشوفوا كان قلب الإبرة دائما الجهة ديال العوينة اللي كان ديروا فيها الخيط كان قلب الإبرة ديالي كما تشوفه ويوصلوا لدقاء أولي كان قلب الإبرة ديالي عادي يعني الاتجاه الصحيح اللي كان خدمو بيه الراندا ونكمل الخدمة كما تشاهدون عادي نقوم بطقة التوب كذلك سننهز هنا هذه الثلاثة العوينات الثلاثة الغرزات طريقة سهلة وبسيطة خدمة ونحبكوا في نفس الوقت زواقة مائلة ونحبكوا في نفس الوقت ونحبكوا في شكل عناق ونحبكوا في طبقها ونحبكوا في إعجابكم وتستفيدوا إن شاء الله هذه الخدمة كما تشاهدون نقوم بطقة التوب ونخرج عادي نخدم الصف الغرز الذي نفرق به الخدمة يعني الصف الثاني الذي نفتح فيه يعني الزواقة ديالي فإن نحبكوا في هابط كما تشاهدون كان خدمة عادي الغرز الثلاثة الخدمة ديالي تمشي مساوية من الجوانب بديال التوب نفس العبار نأخذ الثالثة الفوق من اليمين اللي ياسار ونجبد هذه الخيط يعني لا تجعله مرخوف كما تشاهدون لأنه لا تشاهدون بالحبيك سأخذ الطول دياله ديال الخدمة نكمل عادي الحبيك ديالي تن نهاية ديال الخيط والحبيك مهرس يعني كان خدم حبك حدختها يعني وكان زيارهم عند بعضهم من الأول من البداية وكان محي بحركة نفس يعني كان نخدمها متقوقة باش كتجي يعني مطلوقة فوق الخدمة وعطيها ديال الشكل ديال اللي أحبيك يعني وشكل جميل جدا ما كيجي الحبيك ديالنا مهرس في الوجه للخدمة أو مائل أو يعطي العويجاج كما كتشوفو كيجي مسرح يعني مائل فوق الخدمة بحال هات الشكل كنكملو الخدمة ديالنا عادي كما كتشوفو هنزهن هاتي العوينا ديال آخر غرزة كنت خدمت يعني الغرزة الثالثة كنكمل الخدمة ديالي عادي كما سبق لي شرحت الكوم يعني من الأول كندير هنا يدقى ديال توب كنه عادي كنخدم الغرز كنفرق يعني ذاك الخيوط ديال لحبيك مع بضياتهم بضياتهم كنفرق يعني في الخدمة ديالي بحال هكذا على طول الهبطة يعني طال آخر ديال البياسة ديالي كما كتشوفو الخدمة ديالي كتشوفو بوحد الشكل عنق جميل جدا وغير يعني متداول شي حاجة جديدة نستمرو في الخدمة ديالي طال الاخير للهبطة أنا خدمت شوي ياري بحال للوقت باش تشوفو الشكل ديال الخدمة ديالنا ويبال لكم يعني الزواق كما كتشوفو شكل رائع وجميل جدا كنتمنى الفكرة والفيديو ينال والإعجاب ديالكم وكل بيت الطلب ديالكم منسبة للأخوات اللي طلبوا وهذا الموديل وصلنا نهاية الفيديو كنتمنى الشرح ويكون فهم والرؤية تكون واضحة وتكون فهمت الطريقة والتقنية كما كتشوفو الدرد الخدمة ديالنا ما كيجيش متروز نهائيا أو فيه شي حاجة خدمة كتشيغي من الواجه بحال هكا كنرحب بالأعضاء اللي تحقو بنا جدا كنتمنى لهم كذلك التوفيق والنجاح إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع المعلم زغير اشتركوا في القناة